بشرة الحياة رائعة جداً عودت البطولة العربية مرة أخرى إلى الظهور كلنا عارفين طبعاً البطولة العربية كانت أجلت أكثر من مرة لظروف طبعاً كورونا ربنا ما يعيدها يا رب أمور كانت صعبة جداً جداً لكن أعلن أخيراً أن البطولة العربية سوف تعود خلال هذا العام وبمسماها الجديد كأس الملك سلمان ابن عبد العزيز طبعاً هتبقى بطولة عظيمة جداً جداً ستقام نهائيتها في المملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس من 20 يوليو إلى 5 أغسطس هذا موعد أعتقد محدش يعرفه حتى هذه اللحظة من أعلنه بشكل حصري عندنا من 20 يوليو إلى 5 أغسطس هيبقى فيه 16 نادي عربي موجودين في المملكة العربية السعودية في النهائيات فيه نظام تصفيات طويل كده مش عايز يعني أشغل بالكو فيه قوي لكن هقولكو 16 فريق اللي هيشاركه هيبقى عبارة عن إيه أولاً هيبقى 6 فرق أبطال الدوريات الموسم المنقاضي فيه دولة قطر المملكة العربية السعودية مصر تونس الجزائر المغرب هناخد الست فرق الأوائل أبطال الدوري يعني مين عندنا هنا من مصر الزمالك هو بطل الدوري واحد يقول لي الأهلي فين المر جاي لك جاي لك لكن دول ست فرق دول هيبقوا موجودين تماماً فيه ست فرق أخرى هيصعدوا من التصفيات الطويلة اللي هتشتغل خلال الأوينة القادمة يبقى ستة أبطال البلاد اللي قلت عليها والستة اللي هيبقوا جايين من التصفيات أدي 12 واربع أندية من اختيار اتحاد العربي وانت مغمض الأهلي وانت مغمض طبعاً لأنه البطولة يجب أن تكون نجاحة والبطولة تكون نجاحة بمشاركة الأندية أصحاب الشعبية الكبرى الزمالك عنده شعبية كبرى دخل بصفته بطل الدولة الموسم اللي فات والأهلي هيبقى واحد من الأربع عندها اللي هيختارهم اتحاد العربي باعتبار طبعاً الشعبية الكاسحة طيب الجوائز إيه بقى؟ تسعة مليون دولار جوائد هذه البطولة منهم ستة أو عشرة مليون منهم ستة مليون دولار للمركز الأول تخيل؟ يعني خلي بالك في خمستاشر يوم في المملكة العربية السعودية تستطيع أن تعود بستة مليون دولار يعني لو سعر الدولار في البنك النهاردة 30 بتتكلم في 180 مليون جنيه مصري يعود بها الفريق البطل نتمنى أهلي أو زمالك طبعاً أكيد طبعاً نتمنى هذا يعني بس المنافسة مش هتبقى سهلة لأنه هتلاقي من السعودية في الهلال ومن المغرب ممكن يبقى فيه مسأل وداد ولا مش عارب مين هتلاقي فرق نار من تونس هتلاقي الترجم يعني هتلاقي مع معه ولقاء عربي عظيم وبتجد هذه البطولة الشعبية جارفة جارفة أنا كان لها الشرف أن أنا أسحب الأرع بتاعت ثلاث بطولات عربية وراء بعض مرتين سحبتها في المملكة العربية السعودية ومرة سحبتها في دولة الإمارات العربية الشقيق الحمد لله كانوا بيختاروني أن أنا اللي أروح أعف على المسرح وأنا اللي أسحب الأرع مع طبعاً مجموعة مستضافة من النجوم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله لهذه البطولة بالنجاح العظيم البعض يرى أنها تتعارض مع دوري السوبر الإفريق ده مش مظبوط لأنه المعادل الحقيقي لدوري السوبر الإفريقي هيبقى من نهاية أكتوبر أواء النوفمبر هتبقى بعيد لمدة عشر تيام لكن دي إحنا قلنا إيه؟ قلنا من عشرين يولياء لخمسة أغسطس دي بعيد عندي خالص وبالتالي الأهل يستطيع أن يشارك في البطولة دي وفي البطولة دي أيضاً كل التوفيق رب اتحاد العربي بتنظيم رائعاً وقطعاً هيبقوا عاملين حاجة تحفة في المملكة العربية السعودية طبعاً طبعاً الأبطال اللي هيشاركوا في البطولة العربية من المملكة العربية السعودية الهلال ده مؤكد النادي الزمالك باعتباره بطل الدوري العين الإماراتي البطل السد من قطر الوداد من المغرب وشباب بلوسداد من الجزاء دول الستة اللي هيشاركوا بصفاتهم الأبطال هذا هو الأمر بطولة هتبقى من الآخر كده تحفة تحفة إن شاء الله